وزي ما طلبتم حضرت لك بقى شوية مفاجآتها تعملها في الدايت واتخس لعدنها بمكونات كلها صحية وكمان حاسب لك سعراتها وكمية البروتين الموجودة فيها واستنى مني فيديوهات كتير جدا ان شاء الله هتخليك تحس انك مش عامل دايت ولا هتحتاج ليوم فري اول مفاجأة Chicken Twister مقلل لك سعراته مزود لك كمية البروتين الموجودة فيه موصلها لك لستين جرام بروتين ومكونات كلها صحية تعال اقولك ازاي اول حاجة هتجيب اي كمية صدور دجاجة عندك انا استخدمت 200 جرام وهتدبلهم بتون بودر وبابريكا وفلفل وملح وهتجيب كورنيفليكس 3 معلق وهتتحنهم في الكببة وبعد كده هتحضر بقى لسوس بتاع المايونيز معلقة مايونيز ولمون وفلفل وهتقلب بقى معلم لحد ما يبقى بالقوام دا بعد كده هتنزل بصدور الدجاج في بيض البيض وبعد كده في الكورنيفليكس اللي تحنناه هتدخلها الفرن المدة 30 دقيقة على درجة حرارة 200 بعد كده هتجيب خبز تورتية وهتضيف عليه الخص وصدور الدجاج والفلفل وصوص المايونيز والفهنة تاني مفاجأة ودي اللي دايما بعتمد عليها وطعمها احلى بتاع المطاعم من جير ولا نقطة زيت تخيل والواحدة فيها 35 جرام بروتين و300 سعر احراري بس تعال بقى اقولك الطريقة السهلة جدا دي اول حاجة هتجيب اي كمية صدور دجاج مفروم انا استخدمت 200 جرام وهتدبلها بابريكا وتوم بودر وفلفل ومالح وهتخلطها كويس وبعد كده هتنزلها في البيض وبعد كده في الكورنيفليكس المطهون وعى الفرن المدة 30 دقيقة على 200 هتطلع معاك بالشكل ده بعد كده هتقوم جايب اي خبز سواء حبة كاملة وقليل السعرات وهتنزل بالخص وقطع الدجاج ولايت شدر اختياري وقالفة هنا عليك تالت واخر مفاجأة ولتربطوها مني وخاصة الناس اللي بتحب تاكل كريب كونو كريب ملوش حل وصلتلك كمية البروتين فيه 45 جرام بروتين تعال اقولك ازاي هتجيب صدور الدجاج وهتدبلها بتون بودر وبابريكا وفلفل ومالح وهتنزل بيها بعد كده في البيض وبعد كده في الكورنيفليكس او الرايس كيك المطهون وفي الفرن المدة نص ساعة على درجة حرارة 200 بعد كده بقى اتوم جاي بخبز تورتية وهتقطعه بالشكل ده وهتضيف الخص وصدور الدجاج وكاتشاب لايت وخمسين جرام موزاريلا لايت وزاتون وقالفة هنا وبكده يبقى انا جمعتلك ما بين حاجات صحية وفي نفس الوقت سعراتها وليلة وكمية البروتين فيها عالية تقدر تعتمد عليها في الدايت بتاعك موسيقى